يمكن القمة النهاردة كانت قمة جيدة محدش يقدر ينكر على الإطلاق والقمة النهاردة يمكن بتتحرك في نفس الإطار اللي اتحركت فيه قمة القاهرة للسلام طيب تعالى ناخد بعضنا ونروح على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضوره وكلماته في القمة العربية الإسلامية واللي أقيمت النهاردة في الرياض الرئيس شدد على مجموعة من النقاط أولها هو إدانة مصر الواضحة لاستهداف وقتل وترويع الجميع المدنية طيب كمان عدم قبول يعني دي بقى نقطة تانية عدم قبول بالكلية سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة قتل وحصار وتهجير قصري الرئيس في النقطة دي تحديدا نتكلم في إيه تكلم على إنه مفيش أي إمكانية على الإطلاق لتبرير السياسات دي بإنها دفاع عن النفس يعني الدفاع عن النفس شيء والهجمات الوحشية والمجازر التي تقترف بحق المدنيين شيء تاني خالص الدفاع عن النفس شيء وإنك تضرب المستشفيات شيء تاني خالص الدفاع عن النفس شيء وانك تضرب المدارس شيء تاني خالص الدفاع عن النفس ما فيهوش انك تقتل أطفال احنا بنتكلم في عشرة ولا حداشر ألف شهيد النهاردة مش النهاردة يعني بعد أو خلال ستة وتلاتين يوم نصهم أطفال نهينا عن النساء طيب تعالي نقعد نفكر مع بعض بصوت عالي هو الأطفال مسلحين يعني الأطفال حماس الأطفال كتاب القسام الأطفال أي شيء غير أنه هم أطفال فالاحتلال بيقتل الأطفال عن عمد وهو يعلم أنه هجماته الوحشية هذه المجازر هذه التحركات والهجمات البربرية بيتقتل فيها أطفال كل يوم يعني الاحتلال ما هواش مغيب ولا المجتمع الدولي مغيب كله شايف ده وساكت فبتأتي هذه القمة العربية الإسلامية تالية على قمة القاهرة للسلام تبني على ما تم في القاهرة وده شيء مهم جدا هي فكرة التكامل ما بين القمم العربية وإكمال الأدوار أو الترتيب على الأدوار فكرة التكامل خليني بعد إذنك ناخد جزء من كلمة الرئيس وبعدين هنكمل الكلام إن مصر أدانة منزل بداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبولة ولا يمكن تبرينها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوة أخرى وينبغي وقفها على الفور